الرئيس السيسي يتفقد العناصر والمعدات والأطقم التابع للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني لمكافحة انتشار فيروس كورونا الرئيس السيسي يوجه باسقاط الضريبة العقارية على المنشاة الفندقية والسياحية لمدة الستة أشهر الصحة تعلن ارتفاع حالات الشفاء من مصاب فيروس كورونا إلى 259 حالة وتسجيل 149 حالة جديدة وسبع وفيات مجزل أهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهر أهلا بكم تفقد السيد الرئيس عبد الفتح السيسي صباح اليوم العناصر والمعدات والأطقم التابع للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية اجتمع الرئيس عبد الفتح السيسي أمس مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء السياحة والأثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية وقطاع الأعمال العام والطيران المدني والتجارة والصناعة وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ونائب وزير المالية للسياسات المالية ووكيل محافظ البنك المركزي المزيد في سياق هذا التقرير اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء وسيد محافظ البنك المركزي وعدد من السادة الوزراء وكذلك السادة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ونائب وزير المالية للسياسات المالية ووكيل محافظ البنك المركزي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تدعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة وفيما يتعلق بقطاع السياحة فقد وجه السيد الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحية فضلا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ستة أشهر وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير بناء على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية كما وجه السيد الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة على أن يكون بفائدة مخفضة كما وجه السيد الرئيس بحزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة وذلك بتقصيط ضريبة الإقرارات الضريبية على هذه الشركات والمنشآت على ثلاثة أقصات تنتهي في الثلاثين من يونيو من العام الجاري وكذلك تأجيل سداد وتقصيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة ثلاثة أشهر مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقصطة خلال هذه الفترة كما وجه السيد الرئيس في ذات الإطار بتقصيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة ثلاثة أشهر بدون فوائد فضلا عن تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على هذه الشركات والمنشآت لمدة ثلاثة أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير السياحة والآثار قام خلال الاجتماع باستعراض تدعيات أزمة كورونا على القطاع السياحي ومردودها الاقتصادي وعلى العاملين بالقطاع كما عرض جهود الوزارة المختلفة من إجراءات تعقيم ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية كما قامت السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتنول تدعيات فيروس كورونا المستجد على مؤشرات الاقتصاد العالمي بما في ذلك اطلاع العديد من المؤسسات الدولية بمراجعة تقديراتها للنشاط الاقتصادي بشكل يؤكد دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير في العديد من الدول وتراجع حركة التجارة العالمية واتخاذ الكثير من الدول لإجراءات حماية للتعامل مع الأزمة والحد من تأثيراتها على اقتصادياتها كما عرضت السيدة وزيرة التعاون الدولية الجهود القائمة للتواصل مع كافة المؤسسات المالية الدولية لسرعة إتاحة وتوفير تمويل للحكومة المصرية بشروط ميسرة لمساعدتها على التعامل مع تداعية أزمة كورونا وفي نبين عجل جان الآن حيث أفاد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تقدم بأمنيات الشفاء لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والذي يقود بلاده بقوة في مجابهة فيروس كورونا وقد جاء ذلك في تغريد للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقال الرئيس السيسي إن مصر تثمن جهود المملكة المتحدة بقيادة جونسون في العملية على الحد من انتشار هذا الفيروس وأكد السيد الرئيس تكاتف الجميع في مجابهة هذا الوباء والذي وحد الإنسانية بأسرها حول هدف واحد وقدم درسا جديدا في أهمية تضامن شعوب العالم أجمع في مواجهة هذه الأزمة وختم الرئيس السيسي تغريدته داعيا لها بأن يحفظ مصر وشعوب العالم أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 12 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم سيدة أجنبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادة منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث والرسمي للوزارة بأن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا قد ارتفعت لتصبح 396 حالة من ضمنهم 259 حالة لمتعافين وأضف أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس جميعهم مصريون بينهم عيدون من الخارج بالإضافة إلى المخلطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقة وذلك ضمن إجراءات التراصد والتقص التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لافتا إلى وفاة سابع حالات وذكر مجاهد أن إجمالية العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزلة و85 حالة وفاة واستعرضت الدكتورة هلزايد وزيرة الصحة تحليلا للوضع الوبائي في مصر وتقيما لحالة المصابين المتواجدين بالمستشفيات حيث تبين أن 88% منهم يعانون أعراضا بسيطة و7% يعانون أعراضا متوسطة كما لفتت إلى أن 3% يعانون أعراضا حادة و2% حالتهم حريقة مؤكدة أن مصر من الدول ذات الإصابات البسيطة بالنسبة لعدد السكان وفقا لتقسيمة منظمة الصحة العالمية حتما كان هذا مجازن الإخباري لهذه الساعة متفزوني النهار دمتم بخير وإلى اللقاء